الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا آخر لقاء من لقاءة تفسير سورة الأنبياء بإذن الله جل وعلا نتناول فيه تفسير الآيات الأخيرة من هذه السورة العظيمة من الآية الخامسة والتسعين إلى آخر السورة يقول فيها تعالى وحرام على قرية التحريم هنا تحريم قدري كوني فإن الله جل وعلا قد جعل هذا الكون يسير على سنن لا يتخلف عنها ألبتة وقوله وحرام على قرية استصغر جميع ما في الدنيا حتى جعله بمثابة القرية اليسيرة حرام على قرية أهلكناها أي أنزلنا بها العقوبة التي تستاصلها فمن كان كذلك فإنهم لا يرجعون إلى الدنيا من أجل أن يصححوا مسارهم وأن يغيروا طريقة عملهم أو أنهم لا يرجعون في ظنهم إلى الله جل وعلا بل لابد أن يرجعوا إليه قال تعالى حتى إذا فتحت أجوج وما أجوج أي أن الدنيا ستسير على هذا المنال وذلك أن الله جل وعلا يجعل على من في هذه الأرض في حضارتهم عندما يعرضون عن الله وعن شرعه أن ينزل عليهم العقوبة التي تستاصلهم ويستمر الأمر على ذلك من أمة إلى أخرى ومن حضارة إلى أخرى يعرضون عن الله فيعرض الله عنهم ويخالفون أمر الله ويضادون شرعه فينزل بهم العقوبة وتستمر الحياة هكذا حتى يأتي آخر الزمان فيفتح الله ليأجوج وما جوج ويأجوج وما جوج قبيلتان عظيمتان فيهما أعداد وفيرة وفيهما أشخاص كثر استأذى منهم الأولون فبنى لهم ذو القرنين سدا بحيث لا يتمكنون من أذية الخلق فهم تحت ذلك السد والله أعلم أين هو فإن معلومات البشر مهما كثرت فهي قاصرة لا يمكن أن تبلغ غاية أمر الله جل وعلا وخلقه حتى يأتي آخر الزمان فيفتح لهم ذلك السد فهم يحاولون فتحه في كل يوم يفتحون منه يسيرا ثم يعيده الله جل وعلا حتى يأتي آخر الزمان فيفتح لقبيلة يا جوج وما جوج ويدلك على كثرتهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم بمثابة من كل مائة تسعة وتسعين قال وهم من كل حدب ينسلون أي في آخر الزمان عندما يفتح لي يا جوج وما جوج السد يأتون مقبلين كأنهم بمن يأتي من أرض عالية وهو مسرع فإنه سيأتي بسرعة فائقة وهكذا يا جوج وما جوج سيأتون إلى من في الأرض عندما يفتح لهم السد بسرعة فائقة إما بقدرتهم في أبدانهم وإما بآلات يسخرها الله جل وعلا لهم والحدب الأرض المرتفعة وينسلون أي يسرعون حينئذ يكون قد اقترب الوعد الحق أي أصبح يوم القيامة قريبا من الناس ولم يعد بينه وبينهم وقت طويل والوعد الحق وعد الله جل وعلا بأساعة وبعث الأجزاء الأجساد ومحاسبتها في يوم القيامة في ذلك الوقت فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا أي أن الكافرين لحسرتهم ولتوقعهم العاقبة السيئة في الآخرة تصبح أعينهم شاخصة تنظر إلى أعلى بدون أن يغمض لها جفن بسبب هول ذلك اليوم وبسبب توقعهم للعذاب الأليم وبسبب أنهم حينئذ أصبحوا يوقنون بصحة ما كانوا يكذبون به سابقا وبالتالي ترتفع أصواتهم يا ويلنا أي لنا الثبور ولنا العاقبة السيئة ولنا المآل شديد العقوبة قد كنا في غفلة عن هذا أي كنا في الدنيا نسير على مقتضى أهوائنا ورغباتنا وبالتالي غفلنا عن هذا اليوم العظيم الذي يبعث فيه العباد وبالتالي نتذكر تلك الآيات التي وصفت هؤلاء باللعب والإعراض من مثل قوله تعالى لاهية قلوبهم ومن مثل قوله جل وعلا فلما حسوا باسنا إذا هم منها يركضون إلى أن قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين وما ذكره الله جل وعلا عنهم من إعراضهم عن الحق في قوله بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وحينئذ يتذكرون تلك المقالة فهذه المقالة يا ويلنا إننا كنا ظالمين يقولها الناس في الدنيا عندما تنزل بهم العقوبة التي تكون بسبب أفعالهم وإعراضهم عن الله جل وعلا ولذا قال كذلك نجزي الظالمين ويقولونها أيضا في يوم القيامة حينما يبعثون من قبورهم ويحاسبون على أفعالهم وبالتالي نتذكر قول الله جل وعلا بل هم عن ذكر ربهم معرضون بل هم عن ذكر ربهم معرضون وفي هذه الآيات إشارة إلى عظم ذلك اليوم العظيم يوم الآخرة وثم قال تعالى إنكم يعني في ذلك اليوم ستكونون حصب جهنم أي حطب نار الله الموقدة إنكم وما تعبدون من دون الله إما المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا برضاها وإما عبادتكم التي كنتم تصريفونها لغير الله ستكونوا جميعا حصب جهنم فإن قال قائل هؤلاء الكفار عقل دخولهم في نار جهنم فلما دخلت معبوداتهم ومنها أحجار وأصنام وتماثيل وحيوانات فيقال لهم في هذا بأن هناك معاني عظيمة منها أنهم ييأسون من وجود مناصر لهم فقد كانوا في الدنيا يظنون أنها تنصرهم فإذا وجدوا أنها معهم في النار علموا أنها لا تنصرهم شيئا ومن ذلك أيضا أنه تحبط أعمالهم بوجود معبوداتهم معهم لأنهم حينئذ يعلمون أن الأعمال التي كانوا يفعلونها لأصنامهم ومعبوداتهم لن تنفعهم في ذلك اليوم شيئا ومن المعاني أن هؤلاء المشركين لما علموا بطلان معبوداتهم هذا أصبحت معبوداتهم كريهة لنفوسهم وبالتالي فهم عند رؤيتهم لها يكون هذا من أسباب تعاسة قلوبهم لأنهم يشاهدون ما لا يرغبون في مشاهدته ثم قال تعالى أنتم لها واردون أي أنتم وأصنامكم ومعبوداتكم من دون الله ستردون نار جهنم وتصلون إليها وبالتالي تعلمون بطلانا عبادتكم ومن ثم تتحسرون على فوات الأوقات في الدنيا في عبادتي هذه المعبودات التي تعبد من دون الله قال تعالى لو كان هؤلاء آلهة أي لو كانت هذه المعبودات تستحق أن تعبد من دون الله لما وردوا في نار جهنم ولما دخلوا تلك النار وكل فيها خالدون أي أن العابدين والمعبودات من دون الله سيستمرون في نار جهنم أبد الأباد لهم فيها زفير أي تخرجوا من أجوافهم أصوات أنفاسهم بسبب ما لحقهم من التعب الشديد والحرارة الشديدة والأذى العظيم وهم فيها لا يسمعون أي أنهم لما كانوا في نار جهنم أصبحوا يسمعون الأصوات الغليظة من تلك النار في لهيبها وفي تشقق بعضها عن بعض وفي سقوط بعضها على بعضها الآخر وبالتالي أصبحوا لا يسمعون إلا أصوات نار جهنم ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأن مما عبد من دون الله الملائكة والمسيح وعزير قال رب العزة والجلال إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون فرد على هؤلاء مقالتهم عندما قالوا بأن هذه المعبودات التي توعدتمها بالنار يدخل من ضمنها عيسى وعزير والملائكة فرد الله عليهم بقوله إن هؤلاء سبقت لهم من الحسن وبالتالي لن يدخلوا في نار جهنم وقد قال بعضهم في قوله إنكم وما تعبدون بأنما إنما هي لغير العاقل وهذه وهؤلاء من العقل وقال بعضهم إنكم وما تعبدون بأنما هنا مصدرية كأنه قال إنكم وعبادتكم من دون الله حصب جهنم بحيث يؤتى بالعبادات فتحول من كونها أعراضا إلى كونها ذواتا وأجساما كما ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن هذه الكلمات تحول يوم القيامة من كونها أعراضا لكونها أجساما ليمكن وزنها فقال تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسن أي قدر الله لهم في الأزل أنهم يحسنون في أعمالهم أو أنهم يسابقون في الحسنات أولئك عنها مبعدون أي أن الله لن يدخلهم في نار جهنم ولن يجعلهم من أهلها وإنما يبعدهم الله جل وعلا عنها لا يسمعون حسيسها أي أن الصوت العظيم الذي يكون في نار جهنم من تحرقها وزفرتها ونفسها الشتائي والصيفي لا يسمعه الذين سبقت لهم من الله الحسن بل هم فيما اشتهت أنفسهم خالدون أي أن الله جل وعلا يعطيهم من النعيم العظيم فيحقق لهم ما يرغبون فيه وما يتمنونه فكلما تمنى متمن منهم شيئا حققه الله جل وعلا له ولذا قال وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر الفزع الأكبر الصوت العظيم يوم القيامة فإنه عندما تقوم القيامة لا يحزنون على ما مضى لا يحزنون على فراق الدنيا ولا يحزنون على فعلهم في الدنيا وإنما يكونون سعيدين بما قدموه لأن الله جل وعلا سيدخلهم الجنة وقيل بأن لا يحزنهم أي لا يقلقهم ولا يفزعهم الفزع الأكبر الصوت العظيم الذي تعلن به قيام الساعة ويؤذن فيه للفصل بين أهل الموقف بل شأنهم أن الملائكة تتلقاهم أي تكون في وجوههم يرحبون بهم ويعطونهم من البشرى ما تطمئن به نفوسهم ويقولون لهم هذا يومكم أي هذا يوم انتصاركم ويوم فوزكم ويوم نجاتكم ويوم فلاحكم الذي كنتم توعدون أي الذي يعيدكم الله به ويمنيكم إياه إذا فعلتم الخير والعمل الصالح في ذلك اليوم يطوي الله السماوات هذه السماوات العظيمة بما فيها من الكواكب السيارة والمجرات المتنوعة وبما فيها من أنواع المخلوقات يطويها رب العزة والجلال أي يجعل أطرافها على أطرافها الأخرى كطي السجل للكتب كما أن الورقة تطوى بعد الكتابة فيها فهكذا السماوات يوم القيامة تطوى مثل طي الأوراق في الكتب ثم يقول تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده أي أننا سنعيد العباد ونحشرهم يوم القيامة ونخلقهم مرة أخرى وذلك أن من كان قادرا على إحياء الخلق في المرة الأولى وعلى خلقهم في المرة الأولى فهو قادر على بعثهم وإحيائهم في المرة الأخرى وهذا وعد من الله جل وعلا ووعد الله لا يمكن أن يتخلف قال تعالى إنا كنا فاعلين أي نقدر على ذلك ولا يعجزنا فإن من خلق الخلق أول مرة قادر على إعادتهم وفيه تحقيق البعث إنا كنا فاعلين أي سنبعثهم لا محالة ولن يكون هناك أي تردد في ذلك ثم قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون أي سنة الله في الكون المقدرة في اللوح المحفوظ في سجل الأحداث عند رب العزة والجلال ومنه نقل ذلكم الوعد إلى الكتب السماوية التي تنزل على الناس ومنها الزبور الذي أنزل على داود وكذا بقية الكتب السماوية فإنها تؤكد على أن الفوز في يوم القيامة هي لأهل الصلاح الذين عبدوا الله وحده وساروا على طريقة نبيه صلى الله عليه وسلم وبالتالي يكون المراد بالأرض هنا أرض الجنان فإنه يرثها عباد الله الصالحون عبادي يرثها أي يسكن فيها بعد أهلها عبادي الصالحون أي من قام بعبودية الله جل وعلا وكان صالحا في ذلك بحيث أفرد الله بالعبادة وسار على الطريقة النبوية في عبادته لله جل وعلا وهناك من قال بأن الأرض هنا يراد بها أرض الدنيا فإن الله جل وعلا قد تكفل لأوليائه المؤمنين بأن يجعل لهم النصر كما قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوما يقوم الأشهاد ثم قال إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين يعني في هذه الدنيا أو في ذلك الانتصار الدنيوي بلغة أي وسيلة توصلنا إلى الآخرة وفي هذا دلالة على أن ما يؤتاه العبد من الدنيا لا ينقص مكانته ما تستعمل ما آتاه الله من الدنيا في رضوان الله سبحانه وتعالى بل يكون بذلك من الشاكرين الذين تعظموا درجاتهم وتعلوا منازلهم قال إن في هذا إما في القرآن وإما في الوعد الإلهي ببعث العباد يوم المعاد وإما بوعده لأهل الصلاح بأن تكون لهم العاقبة في الدنيا لبلاغا إما أن يكون من البلاغ الذي هو التذكير والتعريف بشرع الله وإما من البلغة وهي ما يأخذه الإنسان في سفره يتزود به ليتمكن من قطع سفره لقوم عابدين فمن كان عابداً لله فإن الله جل وعلا يمكنه من فهم كتابه ومعرفة معانيه ثم قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ يُخَاطِبُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى نَبِيَّهُ الْكَرِيمِ فيبين له أنه قد بعثه للناس وجعله نبياً رسولاً من أجل أن يكون هذا من أسباب الرحمة بالعباد والرحمة تكون بجلب الخيرات ودرء الشرور والسيئات وتشمل الرحمة في ظواهر أحوال الناس كما هو في معايشهم وتشمل ما يكون في بواطنهم من الأمور النفسية وقوله للعالمين أي للجن والإنس فبعثة محمد صلى الله عليه وسلم مجتملة على رحمة الخلق أجمعين على رحمة المؤمن ورحمة الكافر رحمة الرجل ورحمة المرأة رحمة الكبير ورحمة الصغير فالجميع في رحمة الله جل وعلا التي أنزلها على هذا النبي الكريم ومن تأمل أحكام هذه الشريعة وجد أنها مجتملة على ما يكون سبباً من أسباب صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم وسعادتهم ولذا قال إلا رحمة للعالمين وكما جاءت الشريحة برحمة المؤمنين جاءت برحمة غيرهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فانظر إلى قوله ارحموا من في الأرض ليشمل بذلك الإنس والجن والحيوان والطير والحي والميت فالكل قد جاءت الشريعة بما يكون سبباً لرحمتهم ثم قال جل وعلا لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم قل أي أخبر هؤلاء القوم الذين يطالبونك بنزول العذاب والعقوبة بأن هذا الأمر ليس إليك وإنما الأمر وإنما إليك إنما الأمر إلى الله وإنما الذي إليك هو النذارة والتخويف والترهيب ولذا قال قل إنما أن ينحصر شاني في أني يوحى إليه فيأتيني الملك من السماء بالوحي من عند الله عز وجل فيه أمره ونهيه وفيه كتابه أنما إلهكم إله واحد أي المعبود الذي ينبغي بل يجب عليكم أن تعبدوه هو الله وحده وبالتالي فتصريف الأمور عند الله ليس عند النبي ولا عند أحد من الناس وإن زال العقوبة إنما هو من عند الله جل وعلا ولذلك ينبغي بكم أن تكونوا عقلا فتتأملوا في ذلك فتخافوا من الله الذي لا زالت نعمه عليكم متوالية فهل أنتم مسلمون؟ هذا سؤال تحضيظ وترغيب في جعلهم يسلمون نياتهم ومقاصدهم لله فلا يعبدون إلا الله جل وعلا فإن تولوا أي إذا كان شأنهم أن يعرضوا عن دعوتك وأن لا يستجيبوا لما تدعوهم إليه فحينئذ استمر في دعوتك ولا تهتم لشأنهم وقل آذنتكم على سواء أي أخبرهم بأنك قد أعلمتهم وأخبرتهم بحيث أصبح الأمر على جهة السوية فيما بينك وبينهم باطلاعهم على أن تصريف الأمور وإنزال العقوبات إنما هو من عند الله جل وعلا وبالتالي تساويت معكم في العلم بذلك وإن أدري أي أنا لا أعلم متى هو موعد العذاب الذي سينزل بكم ولا أدري هل هو وقت قريب في أيام وساعات أو هو بعيد يحتاج إلى وقت آخر فإنما توعدونه وتذكرون به من العذاب الشديد فإني لا أعلم وقته وإنما علمه عند الله جل وعلا الذي يعلم الجهر من القول فما تكلم به الناس وما رفعوا به أصواتهم فإن الله جل وعلا يعلمه وكذلك يعلم ما تكتمون أي ما تسرونه فيما بينكم وتتحدثون به فيما بينكم وكذلك يعلم ما تسرونه في صدوركم فإن الله جل وعلا مطلع على جميع ذلك لا يخفى عليه شيء من أموركم ومن هنا يؤكد على تصحيح النيات فإن الله جل وعلا عالم بها قال تعالى وإن أدري يعني بأنني لا أعلم لعله فتنة لكم أي لعل تأجيل العذاب يكون اختبارا لكم وإعطاء فرصة لكم لتعودوا إلى الله جل وعلا وفي ذلك متاع إلى حين أي تتمتعون بأمور دنياكم إلى وقت آت إما وقت الموت أو وقت نزول العقوبة الشديدة فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا التسليم لله جل وعلا ولذا قال رب احكم بالحق أي يا إلهي أنت الذي تصرف الكون وبالتالي احكم وافصل بيننا وبين هؤلاء الكافرين بالحق وربنا أي ذلكم الإله الذي نعبده ولا زالت نعمه علينا متتابعة هو الرحمن الذي يرحم العباد المستعان أي الذي يطلب منه العون وتطلب منه القوة على ما تصفون أي على ما ترمون به النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته المباركة من أوصاف غير مناسبة ولا لائقة فإن الله جل وعلا يعلم بمقالتكم الفاسدة وهو الذي يعين المؤمنين عند ورود هذه المقالات يعينهم بالصبر عليها ويعينهم برفع مكانتهم ويعينهم بكبت عدوهم ويعينهم بجعل بعض الخلق يقوم بالدفاع عن أهل الحق ويوضح فساد مقالة هؤلاء المبطلين وفي هذه الآيات فوائد كثيرة وحكم وأحكام فمن تلك الحكم والأحكام أن الله جل وعلا قد قدر في الكون سنة ماضية أن من هلك بالعذاب بعد إعراضه عن الله فإنه لا يرجع إلى الدنيا ولن يتمكن من العود إليها وفي هذه الآيات التذكر بقصة يا جوج وما جوج وفيه إشارة إلى عظم قدرة الله عز وجل فالله هو الذي خلق يا جوج وما جوج وهو الذي سيمكنهم من طوف الأرض في آخر الزمان ولذا يخاف المؤمن من ربه الذي يقدر على يا جوج وما جوج ويبعثهم في آخر الزمان ويقدر على جميع ما في الكون وفي هذه الآيات التذكير بيوم المعاد يوم القيامة وأن وعده قريب ومن ثم يستعد الإنسان إلى ذلك الموقف العظيم وفي هذه الآيات التذكير بأن الجزاء من جنس العمل فلما غفل الكافرون عن آيات الله وحججه وبراهينه كانوا يوم القيامة ممن تشخص أبصارهم وبالتالي تعلق في علو خائفة وجيلة وفي هذه الآيات أن أهل النار يدعون بالويل والثبور يوم القيامة وفي هذه الآيات في قوله بل كنا ظالمين أي أنهم أقروا على أنفسهم بأنهم ظلموا هذه الأنفس بإعراضها عن الله وعن دعوة الحق وفي هذه الآيات أن المشركين ومعبوداتهم من دون الله يكونون في نار جهنم حطباً لها مع أنها لا تحرقهم الإحراق الكامل وإنما كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلوداً غيرها وفي هذه الآيات إبطال آلهة المعبودات التي تعبد من دون الله جل وعلا وبيان أن العبادة حق خالص لله جل وعلا وفي هذه الآيات أن المشركين ومعبوداتهم من دون الله يلقيهم الله في نار جهنم ليكون ذلك من أسباب حنق نفوسهم ومن أسباب بيضيقها لرؤيتهم لمعبوداتهم التي كانوا يعظمونها في الدنيا وقد ألقيت في نار جهنم وفي هذه الآيات بيان شأن أهل النار في الزفير العظيم الذي يخرج من صدورهم واشتغالهم بسماع الأصوات المزعجة المقلقة في نار جهنم وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على بعض عباده بأن يجعلهم من أهل الإحسان ويبعدهم عن نيران القبور ونيران جهنم أعذنا الله وإياكم منها وفي هذه الآيات أن قدر الله غالب وأن ما قدره في الأزل فإنه جار لا محالة وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على أهل الجنان بأن لا يسمع أصوات أهل النار ولا أصوات النار عندما يأكل بعضها بعضا وفي هذه الآيات سعة نعيم أهل الجنة وعظم ثوابهم فقد سلمهم الله من أنواع الشر والضرر في قلوبهم وفي أبدانهم وفي ألسنتهم وفي سائر جوارحهم ويكونون فيما ترغبه في نفوسهم وفي هذه الآيات مشروعية تلقي الزائر عند قدومه إليك كما يبعث الله الملائكة تتلقى المؤمنين ليدخلهم الجنان ويطيب نفوسهم وفي هذه الآيات التأكيد على أن وعد الله باليوم الآخر وعد صادق لا محالة وفي هذه الآيات ذكر ما يفعله الله جل وعلا بالسماوات يوم القيامة حيث يطويها كطي السجل للكتب وفي هذه الآيات إثبات المعاد وأن العباد سيعودنا إلى الله فيحاسبهم على أعمالهم إنا كنا فاعلين فإن وعد الله لا محالة حق وواقع وفي هذه الآيات أن النصر في آخر الأمر يكون لأهل الإيمان والتقوى كما قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وفي هذه الآيات أن سنة الله ماضية وباقية أبدا إلى آباد وفي هذه الآيات أن من أسباب التمكين في الأرض أن يكون المرء عابدا لله صالحا في حياته وفي هذه الآيات بيانوا أن هذا القرآن نزل بلاغا ليذكر الناس بالله جل وعلا وفيها أن أعظم من ينتفع بالمواعظ هم أهل العبادة والصلاح وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على الخلق بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رحمة للعالمين بلا استثناء وفي هذه الآيات حصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدعوة والوحي الذي ينزل عليه من عند الله عز وجل وفي هذه الآيات أن العبادة حق خالص لله لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله جل وعلا فلا يجوز أن يصرف منها لصغير ولا كبير ولا نبي ولا ولي ولا ملك ولا صالح وإنما العبادة كلها حق خالص لله جل وعلا فهل أنتم مسلمون وفي هذا بيان أن الإسلام إنما يكون بالتوحيد فلا يكون الإسلام إلا بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وفي هذه الآيات أن مهمة الرسل والدعاة وأتباع الرسل إنما هي في البلاغ وفي تعريف الناس بالشرع وخصوصا في وصوله العظيمة ومن ثم إذا لم يستجيبوا لداعية الحق فإنه يخبرهم بأنه قد أعلمهم بحيث أصبح معهم على حد سواء وأما ما تطالبون به من نزول العقوبات فأمره إلى الله وفي هذا دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في الكون وإنما هو مربوب لله جل وعلا إذا أراد منه شيئا قال له كن فيكون وفي هذه الآيات إخفاء وقت الساعة وعدم إظهارها لحكم يراها سبحانه وتعالى وفي هذه الآيات سعة علم الله والطلاع على جميع الموجودات بلا استثناء فإنه جل وعلا يعلم الأقوال كلها سواء ما تكلم به الإنسان وجهر به أو ما خاطب به بدون جهر أو ما كتمه في صدره من أنواع الهموم ونحوها وبالتالي فإنني لا أدري أي لا أعلم ما هي الحكمة وما هو الحكم لعله فتنة لكم أي لعل بقاء الشأن على ذلك ليكون اختبارا لكم ومتاعني إلى حين أي من الأمور التي تستمتعون وتتمتعون بها في حياتكم وحينئذ أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربحكم بالحق أي ليكن من أمرك يا ربي أن تبادر بالحكم بالحق بين المؤمنين والكافرين وفي هذا توسل لله جل وعلا بإقرار العبد بأن الله هو الذي رباه وقام على شؤونه قال ربحكم بالحق قيل بأن المراد به نزول العذاب وقيل جريان السنن الكونية وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أي إن الذي تفضل علينا بأنواع النعم فأعطانا هذه الأبدان وهذه الجوارح وأنواع ما في الدنيا فهذا هو الرحمن رحمنا وليس وليس معنى ذلك أن ما آتانا إياه بسبب أفعالنا وإنما هو رحمة من عند رب العزة والجلال ولذا كان من شأنه أنه المستعان أي الذي يطلب منه العون على ما تصفون أي على ما تنسبونه إلى أنبياء الله عليه السلام من مثل موسى وهارون ونحوهم ومن مثل إبراهيم عليه السلام لأنهم يصفونهم بأوصاف غير لايقة بهم ولذا قال المستعان على ما تصفون وفي هذا وجوب أن يصف الإنسان ربه جل وعلا بالأوصاف اللائقة به هذا وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم صلاحا وفلاحا ونجاحا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرفع درجاتنا وأن يجعلنا في عواقب الأمور على أحسنها وأكملها كما نسأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمور المسلمين في كل مكان إلى كل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين من أسباب الخير والهدى والصلاة كما سأله جل وعلا أن يوفق أولاة أمرنا في هذه البلاد خادم الحرمين وسمو وولي عهده لما يحب ويرضى وأن يجعلهم من أهل البر والتقوى أسأل الله أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلني وإياكم الهداة المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم محمد